اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الأوغندية كامبالا مع معالي السيد ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج في المملكة المغربية الشقيقة جرى خلال الاجتماع مناقشة مسار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من نماء وتقدم على كافة المستويات خدمة للمصالح المتبادلة كما تم بحث أوجه التعاون والتشاور الثنائي في مختلف المجالات ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي ومستجدات الحرب في قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقفها وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من المدنيين في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر